هل انت بتغير الخطة بتاعتك عشان بيرستاو؟ دبعاً دي تبقى كارثة بعدين انت اللي عايز تلعب كورة طويلة يا محمد شريف يا حسن حسن ليه؟ هم عندهم أطوال بيرستاو مش هشترك معهم المدافعين بتاع الوداة طوال جداً فانت بيدي الأفضلية ليهم تعرف اللي ما استغربه ايه؟ هو بيحب المهاجم اللي هو الفولس ناين اللي هو المهاجم السائل ده اللي هو المهاجم اللي مش زابتهم شادو سترايكر مش مهاجم صندوق يعني والدليل على ده انه شريف ده ما بيعتمدش عليه كتير ما بيقاش يعتمد اما لما جاله احمد جاسر ريان طلعه عارة تاني حسن حسن اللي جايبه اصلاً من سموع عشان هو بيعافي يعمل القصة دي مستخدموش صلاح محسن فهو عنده مشكلة في الحاجة يعني هو مش عايز يغير رغم ان بيب جورديولة نفسه اللي هو اصلاً اللي ابتدع على الفكرة دي اصلاً راح كان بيفوض هاري كيني السنة اللي فاتت وجاب هلند السنة دي عشان هو عايز برضو مهاجم طبعاً ما ان هلند مش هيفيده في حاجة في الخطة اللي هو بيلاعب بيها بس في وقت هابقى محتاجه لا هو انا لازم المدرب يبقى عندي مرونة الاتيكية صح ان انا انا فيه ماتشوت انا فيه ماتشوت انا عايز من الماتش ايه فيه ماتشوت انا محتاج ان انا الشادو سترايكر ده اللي هو بيتحق مش عارف مين لفيروت وفيه ماتشوت انا محتاج واحد محط زي انت بتلاعب شمال افريقيا هتلاقي الاطوال بتاعت المدفعين بتوحهم اقل واحد اقل واحد 185 صند صح امبارع هتلمطش كل كورة طويلة هم واخدنا صح فانت عمل تلعب طويل ليمين خلاص انت كده فقد الاستوعاز بتاعك طيب وليه الاهلي بداية المباراة انا ما استغربت شوية انه الاهلي بدأ المباراة خايف الان انت عندك تلت ساعة انت محطوط في منطقتك بدون ده ومش عام بتطلع بالكورة كمان لهم ده مفرة ضعيفة جدا بص انا يعني الوداد اضع في الفرة الموجودة في المجموعة يعني انا بالنسبالي كان بترو اتليكو والسانداونز والاهلي والزامالك اربع اقوه اربع فرق مابينين في البطولة كلها الوداد ما عارفش هو وصل كده ب يعني عنفلك اليوم بسراحة بانقولت سانداونز والزامالك والاهلي اربع فرق دول هم اقوه اربع فرق هي وصلت يعني انا مش شايف امبارع حد مميز عندهم لو هو يقدر اعملك الفارق مش شايف حد ان هو هتخاف منه هو بس هو عندهم اسرار وعندهم روح ومستغلين برضه عامل جمهور معهم والملعب ورجالها في الملعب ايه اللي فارق امبارع انت الساكند بول والكرة التانية بتاعتك كلها امبارع واخدينها كرة تطد نص الملعب هم اللي واخدينها اما الساكند بول الفرقة التانية بتاخدها خلاص الاستعواز دي شعر انت اللعبة اتأثرت بالاحداث كلها اللي موجودة اه اتشدوا مع المطش اتشدوا مع الجماهير هي دي اللي اثرت على دي انا استغلت كمان من لعبة الاهلي مبارح حالة الحماس والروح يعني بعد التاخر بهدفين هبتوا يعني المعتاد من الاهلي اتراجل من اكتر اللعبة اللعبت في الاهلي يعني انه حتى لو خسرنا التلاتة هتلعب بالكتال وهتقول انا هتعادل وخصوصا المطشبت على شمال افريقيا يعني الافاركا شوية شوية بيمتعن في صنف اللعب يعني ببقاش المطش حماسي قوي زي يعني مثلا ممكن بتلعب في افريقيا وكسبان 3-0 وتلاقي المدافع قولا عام اللعب بكعب وهم دمخهم كده اللي هم ايه لكن شمال افريقيا حتة ان انت برضو اللغة مع بعض ناس اللغة بيبقى المطش بيبقى حماسي شوية فانت بتتغلب على كده بايه هي المطشات دي تبقى شكورة المطشات دي قلب وحماس انت بقعات كل المطشات ليه بقى أجاب القلب وحماسي برا؟ ليه؟ مفيش مع اللعبة مضغوطة ومجدودة من الأحداث اللي حصلت وتشدت من الجماهير فانت قريدي كمدرب لازم تخرج اللعبة برا الأحداث دي كلها لازم اللعبة كتتفصلها برا الأحداث دي كلها ديها شغل إدارة والمدير الفني والمدير الكورة كابتساد عبد الحفيز لازم كانوا يبعدوا اللعبة بأجواء يعني الأجواء للخصص دي خلص اللعبة تشدت مع الأحداث دي اللي انت فيه مبارح لعبة كتير انت محاس انها مش مستواها لعبة كتير حاسس ان ايه دا مش هو دا؟ بصراح احنا كنا اعلانين حتى من التحكيم في المرة دي والتحكيم ما عملش أي مشكلة يعني باستثناء اللي قالوا مسلا المسلمين في المنطنة وصحفين ان الوقت الضائع كان ممكن يبقى زاد شوية بس حتى لو الوقت الضائع كان زاد الساد شوية بص انا بالنسبة لي اكتر حاجة ممكن تحجمك في الملحب ان الحاكم يبقى مرتاشر لان هو يرفي حجمك ازاي وبصيعة ممكن اول من المطش تلات اربع انزارات للمدافعين الحاجم بالحكم كويس جدا على فكرة الحاكم بتاع جنوب الافريكة ده من افضل هو كامل اولا كان جابوا جسامة كان يبقى الموضوع صعب شوية لكن هو الحاكم الامبرح كان كويس جدا بدليل فيه كرة اللي المدافع بتاعها عطل الشناء بتاعهم عطل الشناء وخد انزار فيها هو لو الحاكم ده مرتاشي او هم متزبط كان ماشي الكرة عادي محدش يتكلم فيه لكن رجع بعد الكرة ادى للمدافع بتاعهم انزار لكن انا شايف ان الامبرح الاهلي برا الملعب كانت الاحداث يعني صعبة شوية لكن في الملعب الاهلي مقدمش المستوى اللي هو الناس تقول حتى كل تعليقات على الفيسبوك بعد الموتش اللي الاهلي ملاقبش طبعا توصل بحاكم مرتاشي دي انه حاكم يعني لا حاكم مجامل نسميه مجامل لا بص هو مش 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 هكات مرتاشي يعني او يتأثر بالارض هو حكام افريقيا عمتا بيتأثر بايه بيبقى مثلا فيه تعاطف مع الفرقة التانية متعافش بقى الاسلوب بينهم ايه برا بس هو يعني ايه بشوف ان حكام افريقيا معظم بيتأثروا بارض الملعب يعني مثلا يعني حاكم مثلا بتاع مصر والسنغال هو الحاكم كان كويس جدا بس برضه هو بينهم هو بشر شايف المنظر والاجواء كده فممكن يتغضى عن الحجارة يعني مثلا كرة بتاعت عمر جابل انا مش قصدي انا مش قصدي انا مش قصدي مرتاشي انا قصدي ان هو اه ان هو ايه مجامل مجامل ان انا ابقى ايه محجم فرقة محجم فرقة والفرقة التانية ايه اعدلها حاجات كنا مثلا مشتركة لا اعدلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة